نتابع مع بعضنا السكيروتي فلترينج نرجع على الوركستيشن تبعتنا حكينا نببناش حل البلوك انهرتنس وبدنا حل منطقي يريحنا من هذا العناء ويعملنا فلترينج لتطبيق الجي بي او على الناس طيب بكل سهولة بكل بساطة في البداية انا بدي احذف السيلز مانجرس او بكل لكنه طيب كويس هنراجع طريقة حذف ال او يو من البروبرتز اعفونا اول شي بنرو على ال اكشن او على ال view وبنفعل اشي اسمه ال advanced features بعدين بنرجع لنفس ال او يو اللي بدي احذفها وبضغط عليها الموسمين وبروبرتز او بازيحه او بازيحه protect object from accidental deletion وبعدين موسم delete هيك حذفتها بود ازيح ال advanced features طيب قولنا الجي بي او السيلز جي بي او مضبق على كل هذول انا بدي استثني السيلز مانيجر سواء مانيجر وان مانيجر تون بدي استثنيهم الاثنين هم والغروب تاعتهم من تطبيق هاي الجي بي او عليهم ببساطة بكل سهولة انا ممكن اروح اضغط على السيلز جي بي او هذا السكوب اللي احنا شايفينه قدامنا شغلي انا رح يكون بس بالسيكيوريتي فلترينج في عندي هون اشي اسمه اوثنتيكيتيد يوزرز هذولا اليوزرز اللي انطبق عليهم الجي بي او ببساطة انا بمكاني اعطيهم ريموف بيقلي بيقلي اه اه انا حذفتهم الان كأنه هاي الجي بي او مش نطبق على حدا طب كيف بدي اعمل الان في عندي اشي اسمه الان الان بدي اضيف المجموعات اللي بنتمي الها المستخدمين اللي بدي اطبق هاي الجي بي او عليهم و بدي استثني المراد استثنائهم كيف بدي استثني كعني بشتغل في الشيرنج تماما كعني بيعطي لعملية الشيرنج نفس الطريقة تقريبا يعني ما في اي اي صعوب ان شاء الله راح تشوفوها المسألة سهلة جدا من خيار عندي اسمه باضغط عليه راح يطلع لي هذا المربع او مربع الحوار طيب انا هسه بدي اضيف المجموع اللي بدي استثنيها على اد قلنا انه انا بدي استثني ال اي تي منيجرس هاي مجموعة ال اي تي مانيجرس اوكي انا هيك ضفت ال اي تي منيجرس لاحظ ال اي تي منيجرس المانيجرس ماخذين ماخذين ريد ريد لهذا الجي بي او لا انا بدي اعمل ديناي اوكي هيك عملت لهم ديناي اول لهذي الجي بي او بضغط اوكي بيقولي انت متأكد من هذا اللي انت سويتو ياس انا متأكد الان هاي الجي بي او مزبوط مربوطة على السيلز ومزبوط انه جوا السيلز في هذول المستخدمين لكن باضافة السيلز مانيجر على الفلترينج انا استثنيت سيلز مانيجر 1 وسيلز مانيجر 2 من انه يطبق عليهم هاي الجي بي او الجائرة في حقهم والتي تمنعهم من تغيير شاشة ديسكتوب تبعتهم وكونهم مدراء والهم الصلاحيات الكاملة في انهم يغيروا شاشة ديسكتوب تبعتهم بتمنى انشاء الله تكون الامور سهلة وواضحة وللجميع بإذن الله تعالى طبعا حتى تتفعل هاي الجي بي او أنا أول شيء بعمل جي بي أبديت هذا الأمر اللي بكلمنا عنه حتى أضمن حقي في تطبيق هذه الجي بي او مهما كانت المشاكل اللي في وجهها بعطي مسافي وبعديها سلاش فورس انتر الآن هو بيعمل أستنى على الجهاز شوي بيقول لك والآن على الكمبيوتر كذلك الحال الان اطبقت هذه الجي بي او الآن أنا بدي هاي الجي بي او اللي أنا طبقتها تنتشر على كل الدومين كنترولر الموجودين عندي على النتويرك في حالة اني يعني مشغل الدومين كنترولرز بكل البساطة يعني أمر مهم جدا بس لازم انك تحفظوا لأنه بيجي عليه أسئلة كثير وأنا شخصيا يجاني علي أسئلة في الامتحان يجاني حوالي سؤالين على هذا الأمر اللي هو أمر سهل وبسيط هذا الأمر بيخلي الدومين كنترولرز بتعمل اللي هي اللي سميناها الريبليكيشن اللي هي بتخاطب بعضها وتشوف التحديثات اللي صارت دعون تضغط انتر تمشي الأمور أنا مش مشغل الدومين كنترولر الثاني لذلك انت بتشغل الدومين كنترولرز اللي موجودين عندك على النتويرك وبتكتب الأمر الأول أن يجي بي update فراغ backslash forest وبعديها rebadmin فراغ slash sync all أوكي إن شاء الله بكون تففقت طبعا أكيد دي أطيكي رورز لأنه ما فيش عندي المشغل أنا مش مشغل ال dc1 بس أنت لازم أنك تشغلهم لاحظوا أن الجهاز اللي عندي شغل فقط اللي هو dc1 dc2 مش شغال لو عندنا العملية وشغالنا dc2 100% رح تنجح العملية بشوفكم إن شاء الله في التسجيل القادم بإذن الله تعالى بشوفكم على خير إن شاء الله تكون الأمور واضحة وكلير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته